تطلق الولايات المتحدة الأمريكية الرصاصة الأخيرة على الاقتصاد الإيراني الذي سيفقد في الأيام القادمة ثاني أكبر موارده المالية بعد النفط ما أعلنت عنه واشنطن بفرض عقوبات جديدة على قطاع البتروكيمويات في إيران يؤدي بحسب وكالات إخبارية لخسارة إيران نحو 36 مليار دولار خلال عامين لجوء إدارة ترامب إلى هذا التصعيد يعود بحسب ما ذكرته صحيفة وولد ستريت جورنال إلى الرغبة في زيادة الضغوط على نظام طهران الذي لم يبدي بحسب رأيها جدية بالتفاوض وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي ذكر بأن هذه الخطوة ستقوض نشاط الإيراني المزعزع لأمن المنطقة وكان الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك قد قلل من خطر طهران وإدعائها امتلاكها لأسلحة متطورة وحديثة مشيرا إلى أن إيران تستخدم برنامج الفوتوشوب لتحريف الصور وخلق انطباعا زائفا عن قدراتها العسكرية إيران عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها اعتبرت توجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة عليها دليلا واضحا لزيف إدعاء واشنطن مضيها بحل الخلافات عن طريق الحوار ليعترف وزير النفط الإيراني بقساوة هذه العقوبات مؤكدا أن بلادها ستستخدم طرقا أسماها بغير التقليدية للالتفاف حول الحصار الأمريكي مشيرا إلى أن طهران لديها مبيعات غير رسمية جميعها سرية اشتركوا في جنة ما شكرا ما شكرا حال